السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي طاب يومكم أتمنى أن تكونوا بخير حياكم الله معي معلمتكم الأستاذ العنود العتيبي برفقة زميننا الأستاذ عماد الذويب مترجم لغة الإشارة لبداية حصة شيقة وجديدة بإذن الله مع بداية هذا العام الدراسي انقضت العطلة الصيفية واستمتعت بكل ساعاتها مع أسرتي بعد نجاح باهر وانتقالي من الصف الثالث إلى الصف الرابع الابتدائي إذن عودا حميدا طلابي وطالباتي اللهم اجعلها عودة مباركة للجميع حافلة بالجد والاجتهاد وعامرة بالنشاط والعمل وسهلة وميسرة لنشر العلم وطلبه بإذن الله تحت الرضا الله سبحانه وتعالى ورحمة منه إذن عودا حميدا وكل عام وأنتم بخير لدينا مادة جديدة بإذن الله من مواد الصف الرابع الابتدائي ألا وهي مادة الدراسات الاجتماعية هذه مادة جديدة عليكم طلابي وطالباتي نبدأ دراستها بمداية الصف الرابع الابتدائي أولى وحدات هذه المادة الوحدة الأولى المواطنة محتويات هذه الوحدة ودروسها كالتالي الدرس الأول الدراسات الاجتماعية الدرس الثاني الهوية الوطنية الدرس الثالث نظام الحكم الدرس الرابع من هذه الوحدة الرموز الوطنية ما الهدف من دراسة هذه الوحدة طلابي وطالباتي ماذا سأتعلم في هذه الوحدة سوف أتعلم في هذه الوحدة مفاهيم الدراسات الاجتماعية أيضا مكونات الهوية الوطنية السعودية كذلك نظام الحكم في وطني المملكة العربية السعودية أيضا الرموز الوطنية ودلالاتها في مادتنا الجديدة أحبتي ستبحر سفينة الصف الرابع في مجال دراسة مادة الدراسات الاجتماعية لمواضيع شيقة وجميلة فور وصولها الشاطئ وسترسي سفينتنا على أول نقطة في مسار رحلتها لكن لكن لدينا نشاط جميل ولعبة جميلة ماذا يقول هذا النشاط ركزي وركز معي النشاط يقول رتب ورتبي الكلمات الجديدة في القوارب التالية القارب الأول يحمل كلمة اليوم القارب الثاني يحمل كلمة درسنا القارب الثالث يحمل كلمة الدراسات يليها الرابع لهذا الخامس الاجتماعي هيا نلعب سويا هذه اللعبة الجميلة بحيث نرتب الكلمات التي تحملها هذه القوارب هل أنتم مستعدين نبدأ سويا الكلمة الأولى درسنا لهذا اليوم طبعا عنوانه سيكون الدراسات الاجتماعية إذا نعيد قراءة هذه الكلمات من جديد مرتبة درسنا لهذا اليوم الدراسات الاجتماعية درسنا لهذا اليوم الدراسات الاجتماعية يحوي درسنا المحاورة التالية مفهوم الدراسات الاجتماعية أهم فروع الدراسات الاجتماعية فائدة تعلم ومعرفة الدراسة مادة الدراسات الاجتماعية بإذن الله يتوقع من الطالب والطالبة أن يعرف الدراسات الاجتماعية يذكر أهم وأبرز فروع الدراسات الاجتماعية يبين الفائدة من تعلم معرفة الدراسات الاجتماعية لدينا لدينا سؤالين في بداية درسنا طلابي وطالباتي السؤال الأول يقول ما الدراسات الاجتماعية السؤال الذي يليه ماذا أتعلم من معرفة فروع الدراسات الاجتماعية بإذن الله سنجد الإجابة من خلال درسنا لهذا اليوم نتعرف على تعريف الدراسات الاجتماعية أيضا الفائدة من تعلم ومعرفة فروع الدراسات الاجتماعية هذا ما سنتعرف عليه اليوم في درسنا طلابي وطالباتي إذن ماذا يقصد بالدراسات الاجتماعية نعم الدراسات الاجتماعية هي الدراسات لاحظوا معي التي ترتبط بماذا يترى بالإنسان نعم أحسنتم وسلوكه إذن ترتبط بالإنسان وسلوكه واحتياجاته وقيمه إذن الدراسات الاجتماعية هي الدراسات التي ترتبط بمن بالإنسان وسلوكه واحتياجاته وقيمه أيضاً وعلاقته بالبيئة الطبيعية المحيطة به علاقة الإنسان بالبيئة الطبيعية المحيطة به أيضاً وعلاقته بالمجتمع والوطن وعلاقته بالمجتمع والوطن إذن نستنتج من ذلك تعريف الدراسات الاجتماعية هي الدراسات التي ترتبط بالإنسان وسلوكه واحتياجاته وقيمه وعلاقته بالبيئة الطبيعية المحيطة به وعلاقته بالمجتمع والوطن إذن نستنتج مما سبق أن مفهوم الدراسات الاجتماعية وتعريف الدراسات الاجتماعية هي الدراسات الاجتماعية هي الدراسات التي ترتبط بالإنسان وسلوكه واحتياجاته وقيمه كذلك وعلاقته بالبيئة الطبيعية المحيطة به وعلاقته بالمجتمع والوطن إذن هذا هو تعريف الدراسات الاجتماعية عرف وعرف الدراسات الاجتماعية أحسنتم بارك الله فيكم الدراسات الاجتماعية هي الدراسات التي ترتبط بالإنسان واحتياجاته وسلوكه واحتياجاته وقيمه وعلاقته بالبيئة المحيطة به وعلاقته بالمجتمع والوطن هذا هو تعريف الدراسات الاجتماعية لدينا فروع للدراسات الاجتماعية ولكل فرع مختص يقوم بدراسته نماذج من فروع الدراسات الاجتماعية التاريخ والمختص بدراسة التاريخ المؤرخ إذن التاريخ والمختص بدراسة التاريخ هو المؤرخ الفرع الذي يليه الجغرافية والمختص بدراسة الجغرافية هو الجغرافي الفرع الذي يليه الاقتصاد والمختص بدراسة الاقتصاد الاقتصادي الفرع الذي يليه الحكومة أو المواطنة والمختص بدراستها السياسي إذن تعرفنا على أبرز فروع الدراسات الاجتماعية لدينا هنا التاريخ هو المختص بدراستها المؤرخ الجغرافي هو المختص بدراستها الجغرافي الاقتصاد هو المختص بدراستها السياسي نستنتج مما سبق أن للدراسات الاجتماعية فروع أن لها فروع وهي أحسنتم التاريخ والمختص بدراسته التاريخ هو المؤرخ الجغرافيا والمختص بدراستها الجغرافي الاقتصاد والمختص بدراسته الاقتصادي الحكومة والمختص بدراستها السياسي إذن لدينا نشاط طلاب وطالبات أذكري أبرز فروع الدراسات الاجتماعية أحسنتم التاريخ والمختص بدراسته المؤرخ ممتاز الجغرافيا والمختص بدراستها الجغرافي رائع الاقتصاد هو المختص بدراسته الاقتصادي الحكومة هو المختص بدراستها السياسي انتهينا من تعريف الدراسات الاجتماعية أيضاً ذكرنا أبرز فروع الدراسات الاجتماعية في درسنا لهذا اليوم ولكن يا أحبتي هل هناك فائدة من معرفة وتعلم الدراسات الاجتماعية؟ تعرفنا على تعريفها؟ تعرفنا على أبرز فروعها؟ هل هناك فائدة من معرفة ودراسة الدراسات الاجتماعية؟ هيا بنا نكتشف الإجابة تفيدني؟ نعم هناك فائدة من وراء دراسة وتعلم ومعرفة الدراسات الاجتماعية حيث أن الدراسات الاجتماعية تفيدني في معرفة تاريخ وطني وتراثه الحضاري إذن تفيدني الدراسات الاجتماعية في معرفة تاريخ وطني وتراثه الحضاري أيضاً لاحظوا معي خريطة هذه الخريطة أمامكم يظهر عليها مظاهر السطح لوطني المملكة العربية السعودية إذن تفيدني في ماذا؟ في جغرافية وطني من خلال دراسة مظاهر السطح ومناخ وطني إذن أيضاً تفيدنا الدراسات الاجتماعية في معرفة جغرافية وطني كذلك تفيدنا في ماذا؟ إلى ماذا تشير هذه الدائرة الخريطة أمامكم؟ نعم إلى موقع وطني بالنسبة للعالم ومكانة وطني العالمية بالنسبة للعالم إذن مكانة وطني العالمية إذن أيضاً تفيدني الدراسات الاجتماعية في معرفة مكان وطني العالمية بحيث نلاحظ هنا في الخريطة موقع وطني يقع وطني في قلب العالم بين ثلاث قارات آسيا، أوروبا، أفريقيا إذن مكانة وطني العالمية كذلك المشاركة الإيجابية في بناء وطني في بناء اقتصاد وطني تفيدني الدراسات في المشاركة الإيجابية وأن أكون مواطن إيجابي في وطني إذن نستنتج مما سبقاً الدراسات الاجتماعية تفيدني في ماذا؟ في معرفة تاريخ وطني وتراثه أيضاً الحضاري وجغرافيته ومكانته العالمية والمشاركة الإيجابية في بناء وطني إذن الفائدة من تعلم ومعرفة الدراسات الاجتماعية تفيدني في معرفة تاريخ وطني تراثه الحضاري، جغرافيته، مكانته العالمية والمشاركة الإيجابية في بناء وطني ما هي فائدة تعلم ومعرفة الدراسات الاجتماعية؟ أحسنتم تفيدني الدراسات الاجتماعية في معرفة تاريخ وطني وتراثه الحضاري ومجغرافيته ومكانته العالمية والمشاركة الإيجابية في بناء وطني أحسنتم إجابة صحيحة الآن أمامكم خريطة طلابي وطالباتي إلى ماذا يشير هذا اللون الأخضر؟ أضعت دائرة إلى ماذا يشير؟ إلى موقع وطني بالنسبة للعالم إذن نستنتج من خلال الخريطة أمامكم أن موقع وطني لاحظوا الدائرة تشير إلى موقع وطني يقع وطني المملكة العربية السعودية في قلب العالم يقع ماذا؟ أين يقع وطني؟ المملكة العربية السعودية يقع في قلب العالم في وسط أو منتصف العالم لاحظوا ويحيط به أو تحيط به ثلاث قارات قارة آسيا وقارة أوروبا وقارة أفريقيا إذن يقع وطني المملكة العربية السعودية في قلب العالم لذلك فإن موقعه مهم وذلك لعدة أسباب منها من أسباب أهمية موقع وطني هي أنه هو العمق التاريخي والديني للعرب والمسلمين ففيه مهبط الوحي وقبلة المسلمين وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة إذن هو العمق التاريخي والديني للعرب والمسلمين ففيه مهبط الوحي وقبلة المسلمين لذلك أنا أفخر وأحب وطني ما السبب في ذلك أنا أفخر وأحب وطني ما السبب في ذلك لأنه هو العمق التاريخي والديني للعرب والمسلمين ففيه مهبط الوحي وقبلة المسلمين في مكة المكرمة إذن أنا أفخر أفخر أن وطني المملكة العربية السعودية هو العمق التاريخي والديني للعرب والمسلمين ففيه مهبط الوحي وقبلة المسلمين فلنتذكر سويا طلابي وطالباتي ما تعلمناه في درسنا لهذا اليوم عرفوا عرفي الدراسات الاجتماعية أحسنتم هي الدراسات التي ترتبط بالإنسان وسلوكه واحتياجاته وقيمه وعلاقته بالبيئة الطبيعية المحيطة به وعلاقته بالمجتمع والوطن إجابة صحيحة اذكروا اذكري أبرز فروع الدراسات الاجتماعية أحسنتم التاريخ والمختص بدراسته المؤرخ الجغرافية والمختص بدراستها الجغرافي كذلك الاقتصاد والمختص بدراسته الاقتصادي يليه الحكومة أو المواطنة هو المختص بدراستها السياسي ما هي فائدة التعلم ومعرفة الدراسات الاجتماعية؟ أحسنتم تفيدني الدراسات الاجتماعية في معرفة تاريخ وطني وتراثه الحضاري كذلك جغرافيته ومكانته العالمية والمشاركة الإيجابية في بناء الوطن انتهينا طلابي وطالباتي من درسنا الدراسات الاجتماعية رقم واحد لدينا واجب السؤال الواجب يقول اذكر واذكري فروع الدراسات الاجتماعية ختاما لنلخص سويا جميع المعلومات التي تعرفنا عليها في درسنا لهذا اليوم حيث ناقشنا في درسنا المحاورة التالية مفهوم الدراسات الاجتماعية نعم فروع الدراسات الاجتماعية نعم ووائد معرفة أو فائدة معرفة الدراسات الاجتماعية أصل وإياكم طلابي وطالباتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أستودعكم الله إلى لقاء جديد شاكرا لكم حسن استماعكم